مش عشان احنا في مصر �� مش عشان احنا في مصر الحمدالله وما شاء الله وتبارك الله عايشين في نعيم ننسى اخواتنا اللي في تشيلين تشيلين كان عندها رئيس منتخب والجيش نقلب عليه والناس اتقتلت في المدين وتحبست بعشرات الالاف الديكتاتور العسكري لغى الدستور وفور الانتخابات وحبس المعارضة وسيطر على الاعلام ونغنغ الاغنية على حساب الشعب انت متخيل حياة المواطن التشيلي يمكن تبقى مأساوية ازاي؟ الحمد لله على نعمة الاستقرار السياسي والاقتصادي بس ما تقلقش على تشيلي يا رفيق العمال هناك عاملين شغل فنادق هي الديمقراطية يوم معاك ويوم عليك ولا هي مسرحية وعلى طول عليك طب بتشتغل ازاي؟ وليه واحدة من الديمقراطيات المعتقة زي اليونان اللي استفتاء ضرب في وشها لما فلسه وليه في امريكا علشان تنتخي برئيس لازم تصوت لواحد علشان يصوت لك ولونا الامل في البرازيل كان حيحصل ايه؟ وفن الديمقراطية الحلوة بتاعة كوميونة باريس والبلاشفا إيه البلاشفا؟ كل دول نفسومي وزينا في مصر نكحوا في حاجات وفشلوا في حاجات فخلونا نعلمهم من اخطاقهم يا مسائل بونجور يا مسائل كومون تاليفو قصة تشيلي والعمال والاستفتاء تجربة ممكن نتعلم منها تشيلي زي نص امريكا الجنوبية كانت تحت الاستعمار الاسباني 300 سنة وعدت لقى 150 سنة كده بديمقراطية متواضعة مسيطرة عليها رجال الاعمال بس في نفس الوقت العمال كانوا منظمين نفسهم في نقابات وأحزاب وحركات وصلوا لـ 5300 اضراف في سنة واحدة بس انت متخيل؟ في انتخابات 1964 فاز الرئيس ادواردو فري مونتالوة رأسمالي من الحزب الحاكم الحزب الديمقراطي المسيحي شلت رجال اعمال من الاخر اضطر مونتالوة يقدم برنامج انتخابي اصلاحي بيصلح من على الوش كده ما بيحلش بجد بس يسمها الثورة الى الحرية شوية عود للعمال والفلاحين عشان ما ينتخبوش رئيس ياساري بس طبعا من غير ما ييجي على البفة اللي وقفين في دهره علشان هوجة العمال دي تعدي طبعا ما عديتش عشان ما فيش حاجات غيرت فالإضرابات اضعفت والانتخابات السنة الجاية لغاية ما وصلنا لمفترق الطرق في انتخابات 1970 من احنا عندك واحد عن الحزب الحاكم وكان رئيس سابق وواحد مستقل بس مدعوم من اليمين برضو وعندك بقى واحد مننا ابن بلد ويحل الأمل وهو سالفادور أييندي أييندي كان أمل الطيار اليساري كله اللي اتحد مع بعضه في جبهة الوحدة الشعبية أييندي ماركسي وعنده تاريخ طويل من النضال كان من مؤسسي الحزب الاشتراكي تشيلي ومسك مناصب وترشح للرئاسة في 3 مرات قبل كده واخسرهم كلهم ودلوقتي نازل لرابع مرة ببرنامج الوحدة الشعبية اللي بيجمع كل الطيار اليساري في جبهة واحدة وقعد بتأميم البنوك والشركات ومناجم النحاس وأراضي الإقطاعين من غير التعويض يعني مش هيعمل زي الرئيس اللي قابليه ويرادي رجال الأعمال ويداين منهم ويشتري حصتهم ويقول للشعب تأميم ده ولوش تأميم يا متعلمين يا بتاع المدارس لا حيأمم بجد وكمان حيعلي الأجور ويجمد الأسعار اتلموا على بعض رجال الأعمال وصحاب الأراضي والحزب الديمقراطي المسيحي ومعهم دعوات هنري كيسنجر وده عمل CIA والFBI والNSA اللي هي وكالة الأمن القومي وفي ظهرهم نكسم بابا بتاع الوتر جيت وكانوا حالفين أييندي ما يعتبهاش ونزلوا بالمرشحين خناقة ما بين اليمين واليسار واضحة وصريحة فاز أييندي بأعلى نسبة أصوات ودخل اليسار أسر الياسة وبدأ ينفذ وعوده في أول سنتين من حكمه أمم الصناعات الرئيسية يعني إن حاس كان بيمثل 80% من صدرات شيلي وكان متسيطر عليه من شركتين أمريكيتين أييندي أمم الشركتين دول الشركات قالوا لهم مقبولة منا كمرياس بس راضينا بالتعويضات قال لهم أمك في العشة ولا طارت وأخذ الشركات للشعب وطردهم وبالمثل البنوك وكل الصناعات اللي مسيطر عليها الأجانب ورجع الأراضي الزراعية للفلاحين الأجور زادت 20% والبطالة قلت النص وبعد ما كان 50% من الشعب تحت خط الفقر نزلهم لـ 35% في نفس المدة دي وبعد صدمة الهزيمة اليمين بدأ يشد حيله وسحب الاستثمارات وبعد فلوسه برا وقف الانتاج في المصانع وده قلل السلع علشان يعطش السوق وشغل السوق السوداء وحرد أنصاره يخرجه في احتجاجات وكل ده سخن الشعب على عينده في نوفمبر 1971 اليمين نظم مظاهرة سماها الحلل الفارغة ودول كانوا طنطات الطبقة الراكرة والحلل الفاضية كرمز لنقص السلع كدير بالذكر بقى أن الطنطات كانوا نازلين ومعاهم النانيز بطاهم علشان يشيلوا الحلل اللي أصلا فاضي لما عيندي جي أمم شركة نقل صغيرة اتجمع عصحاب شركات النقل وقفوا 56 ألف عربية علشان يشيلوا حركة البلد ويفتعلوا أزمة والـ CIA حزبت على الشاي وكرمشت لهم 3 مليون دولار هنا بقى عيندي بدأ يجيب وراء أمم فعل البرنامج الإصلاحي القديم بتاع حكومة منطالبة وبدل ما يساند العمال في نضالهم قال لهم عايزين نهدي اللعب وعايزين استقرار علشان عجرة الإنتاج وأنا هسيطر وعيب عليكم بتاع على أساس أن اليمين ممكن قلبه يرق ويخف على الشعب شوية ولا الدموع طبعا ومن ناحية تانية العمال فكسولوا وكملوا في عركتهم وبدأوا يسيطروا على المصانع ويدوروها بنفسهم والفلاحين سيطروا على الأراضي ونظموا نفسهم في مجالس عملية سموها الكردون وكانت بتمثلهم أكتر بكتير من البرلمان المنتخب وكانوا عايزين تبقى كل السلطة للكوردونات وبلاها برلمانات هنا بقى عيندي ألب على العمال وقال لك دي مطالب فعوية وإن لي ودهم هناك ودول خوانة ومتسوسين وحيلبسونا في حرب أهلية وتحول تماما وأعلن حالة التوارئ وبعت الجيش للمناطق العملية علشان يفشخوا العمال انت متخيل كان فين وبقى فين هنا بقى اليمين استغل الفرصة وحرد الجيش في التلفزيون على عمل انقلاب وهدفهم الانتخابات اللي جاية افشل التجربة اليسارية كلها مش بس سقوط عيندي في أغسطس 73 قائد الجيش استقال أم عيندي عين مكانه الجنرال أوجستو بينوتشاي قال لك ده قائد جيش بنكهة الثورة ده حتى مراتي محجبة ومراتي اسمها فيكتوريا في 11 سبتمبر بينوتشاي حرق جنوده ونزر الشارع واستولى على مبنى الإزاع والتلفزيون في مسبيرو فرع العاصمة سانتياجو عيندي أول ما عرف طلع على القصر مع حراسه بصلاحه الشخصي بينوتشاي اللي هو قائد الجيش افتتح عملية الانقلاب بالقبض على وزير الدفاع عيندي فدل مقتنع ان الجيش والشعب ايد واحده لغاية ما تصدم يعيني بإعلان قوات المسلحة السيطرة على تشيلي والإطاحة بين عيندي رفض الاستسلام أو الاستقالة أو الهروب بنوتشاي هدد بقصف قصر الرئاسة الساعة 10 ونص الصبح يوم 11 ستمبر سنة 1973 عيندي قال كلمته الأخيرة وكان خطاب مؤثر قوي الحقيقة طلب من العمال حمل السلاح والدفاع عن الشرعية وأنهى الكلام بين التاريخ ملكنا يصنعه الشعب رفض الشعب الانقلاب بس هيعمله إيه قدام الدبابات انتشرت الدبابات في الشوارع فرضوا حظر التجوال وحصروا القصر الجمهوري ودربوه بطيارتين فانتوم وعيندي ماستسلمش ويتقتل ينتحر وبعدها بيومين بينوشي وقف دستور حل البرلمان وقفل كل الانشطة السياسية تماما بينوشي قلبها ضلمة لكنه بيعاقب الشعب على التجربة وبيخوفهم علشان محدش يبع عنده أمل في التغيير 37 ألف واحد تسجنوا وتعذبوا وأكتر من 3000 واحد تقتلوا أو اختفوا و 230 ألف واحد تنفوا ده أكتر من 2% من سكان شيلي بينوشي ما كانش سايب الفرصة لحد يدعمه حتى أي موقف سياسي هواديك وراء الشمس مسك زباط الجيش الجامعات وقاموا بعملية التطهير مش بس للناشطين لأوا كمان للمتعاطفين معاهم الصوت الوحيد اللي كان مصبوح به هو كنيسة كاسوليكية هي كانت منبر المعارضة الوحيد اللي فاضل بينوشي نزل ببرنامج النيو الليبراري المتوحش زي ما كتاب بيقول خسخص الصحة والتعليم والموارد الطبيعية ووزع كل حاجة لصحاب راس المال حتى الميا قفلها عليهم وسلمها للقطاع الخاص الشعب تشيلي عمل 5000 إضراب في 1970 وقعد عشر سنين مش عارف يفتح بقه وبعد ما الشعب تفشخ بسياسات بينوشي بدأوا ينزلوا الشارع تاني بينوشي كان مانع الغنى في الأماكن العامة بس في 83 الجمهور في الشرع كان بيغني سوف يسقط سوف يسقط عمال المناجم رجوا يحاولوا يضربوا بس الشرطة كانت بتحوتهم فاتفعوا يوم في الشهر ما يودوش عانوا المدارس يمشوا ويسوقوا بالراحة ما يشتروش أي حاجة يقفروا النور والساعة 8 يزمروا كلهم سور واحدة واحدة الضغط زاد الإضرابات بقت بتجيب نتيجة واتوحد كل الشعب ضد بينوشي طلاب وعمال والأحزاب والكنيسة وأخيرا في 1987 خضع بينوشي للضغط واضطر يعمل استفتاء والناس تختار يكمل ولا يمشي كان واثق قوي من نفسه ومقتنعا ومسيطر لدرجة إن أكيد الشعب حيقوله كمل جميلة وإن فوزه حيخرس كل الألسنة بره جوه وهنا بقى اشتغرت حملة نو وتحتيها كل المعارضة النظام الدهو 15 دي على قناة الأولى بتاعتهم علشان حملاتهم ومن باب المنافسة الشريفة فحملة سي بينوشي أخد له بقية 24 ساعة على كل القنوات اللي مسيطر عليها في الأول كانوا مقضينا صعبانيات وكلام عن القتلى والمعتقلين والمختفين وكلام سياسي عميق بتاع النخبة المثقفة فطبعا ما كانش يعيش لغاية ما جابوا واحد اسمه رينيسا فيدرا بتاع دعاية وإعلان وقال لهم فاكس الكلام الكعيب ده كله احنا عن بيع الأمل في مستقبل مشرفة ومن هنا أخرج أعظم إعلان في تاريخ الانتخابات تحت عنوان في أكتوبر 88 يوم التصويت الجيش كان محاصر مقر حملة نوم وكان بيتقال إن سي في المقدمة بس في الآخر نو كسبت بـ 55% والجيش انسحب من مقر نوم بنوشيء رفض النتيجة وقال ينقلب على الاستفتاء ده كمان بس بقية المجلس العسكري قال لك نضحي به بعد ما نزباط لخروج آمن إنجاز عظيم بس الدرس الحقيقي هو نضال الشعب الشيلي المتصعد باستمرار النظام اللي وصل أيند الحكم ودافع عن مكتسباته ورغم القمع استمر الضغط لحد ما كسبوا حق الاستفتاء في الأول وعملوا حملة نو وحشدوا الناس لصناديق الاقتراع وكسبوا والإصرار اللي ما بينتهيش هو اللي أكبر المجلس العسكري إنه يضحي ببينوشيء ونضال العمال برضو هو اللي جاب الرئيس اليساري جابريال بوريك في انتخابات 2021 بعد 34 سنة بفوز اليمين في انتخابات الرئاسة بعد بينوشيء في كل حتة نفس العركة في البرازيل في 1964 في الفترة اللي قبل انقلاب بينوشيء الجيش انقلب على الرئيس اليساري المتخب جواو جولارت بدل ما ديكتاتور واحد زي بينوشيء كان مجلس عسكري وكل اللي هو يسلم صاحبه المجلس العسكري قفالها بالضبع المفتاح برضو 30 ألف برازيلي تقتل 30 ألف وبعدين نزلوا خسخصة في المصانع اللي باعوها برخص التراب للأجانب ومن غير درايب عشان ما يزعلوش طبقة رجال الأعمال عملو لهم سبوبة حلوة على حساب الشعب شركات المالتي ناشنالز حلبوها فيات بتاع العربيات أخدوا إعفاءات بالدرايب بقيمة 100 مليون دولار كل الشركات العربيات والمجلس العسكري كانوا زي السمن على العسل للدرجة انهم سلموا عمالهم تسليم أهالي فورد تيوتا مرسيدس بانز فولكسفاجن كلهم كانوا عاملين قوائم وبينصقوا مع الأمن عشان يلموا العمال اللي بتتكلم ويرموهم في الحبس وزي تشيلي قعدوا في نضال مستمر لغاية ما كسبو حق الانتخاب يعني 21 سنة حكم عسكر وبعدين انتخابات و18 سنة حكم يمين وأخيرا في 2002 ابننا لولا دا سيلفا فاز بانتخابات الرئاسة وبقى أول رئيس من الطبعة العاملة زي أياندي اترشح لولا للرئاسة 3 مرات قبل 2002 لولا دا برينس أقسم بالله نزل الفقر من 36% ل 12% مصلحة بالنسبة لنا بس كابوس للرأس مليين فاليمين عاملوا مع الجلاشة ولفا قولوا عضية فساد فالسانة وحبسوه سنة ونص وراحوا نزلين باليمين الفاشي جاير بولسونارو لكن عيب عليك لولا رجع الملاعب ونزل الانتخابات الشعب البرازيلي تخلص من نظام بولسونارو الفاشي ورجع لولا للحكم عن طريق الصندوق الورغواي زي برازيلي وتشيلا نفس النمط بيتكرر صعود للطبع العاملة للسلطة رجال أعمال يترعبوا أمريكا تقول ما يصحش كده هوب انقلاب أفر الدنيا لما لي الناس دي رعب وزعر كله يكاش تصبيت رجال الأعمال الناس تجوع يبدأوا يظهروا تاني مظاهرات على اضربات الحاكم يجيب ورا يالله انتخابات لما اكون انتاوي بعد الحملة تشتغل وتجيب أجله ورجواي كانت استقرار وعجلة انتاج لغاية ما الجيش انقلب في سنة 73 جريجوريو كونرادو ألفاريس اتمارس علينا وقفر السياسة وحبس وقتل العمال وبعدين نزل بدستور جديد لانج وقال للناس تنزل ترقص عند اللجان وتصدم انه كسبت بنسبة 57% وبكده بقى كرسي ملاخلخ نشف دماغه وتبت في الكرسي بس الشعب يكمل المشوار وبعد سلسلة من الإضرابات العامة اللي شلت البلد اعترف بالهزيمة وسلم السلطة للمدنيين في سنة 1984 امريكا حمدة تاني خالص ترامب وجورج بوش مسكوا رئاسة امريكا وهم خسرانين التصويت الشعب يعني اغلب الشعب صوت ضدهم ومع ذلك دخلوا البيت الابيض من اوسع ابوابه طب ازاي؟ لازم نبص على تأسيس الولايات المتحدة علشان نفهم طريقة عمل الديمقراطية المزيفة في البيت مبدئيا كده امريكا عبارة عن شوية مستعمرين استطانيين بيد احتلوا الارض الامريكية وابادوا السكان الاصليين وشحلوا العبيد من افريقيا وبعدين استقلوا من انجلترا واسسوا الولايات المتحدة الامريكية المستعمرين دول جوم في سنة 1787 وكتبوا الدستور اللي شغال معانا لغاية النهاردة يعني بقالوا 230 سنة الاباء المؤسسين دول كانوا لك عبيد وقتر السكان الاصليين ومتجمعين عشان يكتبوا وثيقة تحافظ لهم على وضعهم وتزنوا اغلب الشعب حتى البيض الفقرة في مكانهم وبالتالي الاباء المؤسسين ما كانوش عايزين انتخابات وديمقراطية قوي علا عكس كل الدول التبعية التصويت على رئيس امريكا بубли어나وا من خلال المجمع الانتخابي اللي هو الإلكتورال كولوج كل ولاية ببقالها مندوبين انتخابيين من الكونغرس وهم اللي بيصوتوا بالنيابة عن الشعب في كل ولاية سبق منفصل وليها نقاط واللي يكسب غالبية الاصوات في الولاية المندوبين الانتخابيين بيصوتوا للمنشح بالنيابة عن سكان الولاية يعني مش بتلعب على اصوات ولكن بتلعب على نقاط الولاية علشان توصل ل271 نقطة بغض النظر عن الأصوات نفسها جزء كبير من الأمريكان صوتهم ما بيوصلش علشان بيقوا في الولاية الغلط مين المندوبين ينتخبين دول؟ السانت أو ماجلس الشيوخ اللي بيمرروا أهم قوانين عنده اتنين مندوبين عن كل ولاية بغض النظر عن حجم الولاية نفسها يعني كاليفونيا اللي عملاقة باربعين مليون نسبة عندهم اتنين سانيترز وويومين اللي سكانها نص مليون تقريبا عندهم اتنين سانيترز برضه والـ House of Representatives أو مجلس النواب سلطة اشرعية برضه بيبقى على حسب عدد سكان كل ولاية كاليفورنيا لها 53 وويومينج لها واحد بس كل عضو في مجلس النواب بيمثل 750 ألف مواطن في اسطونيا وسلوفينيا وعيسلندا النقب بيمثل 10,000 نسمة احنا في مصر نقب البرلمان بيمثل 17,500 مصر امريكا معقل الديمقراطية والحريات 750,000 فوق العاك ده كله مفيش غير حزبين هو على الورق في عشرات الاحزاب بس من الاخر كده هو اختيارك من اتنين يا حزب محافظ ويميني اللي هو الحزب الديمقراطي يا حزب محافظ فشخ ويميني فشخ اللي هو الحزب الجمهوري يعني قالك الصين ديكتاتورية والكابوس عشان حزب واحد وفي امريكا قمة الديمقراطية والحرية والمساواة علشان حزبين ومش حزب واحد والحزبين شبه بعض فشخ الاتنين بتعصوه الحر والحكومة تحمي الشركات الاتنين مع كل الحروب والاحتلال والاتنين صحينا زي بعض بالزبط وده علشان المواطن ما لهش صوت قوي ومن ناحية تانية الشركات هاي اللي بتتحكي في الاحزاب والنواب والرؤساء عن طريق التبرعات 14 مليار دولار اجمالي التبرعات المعلنة من الشركات للحزبين في سنة 2020 بس 14 مليار يستحنا بنشقل بالجنيه ونغطسه ونعومه علشان ناخد 3 مليار دي ماشي بيهو البلد كلها الشركات بتدفع مليارات علشان النواب يمرروا لهم قوانين في صلاحهم ترجع لهم الفلوس في اعفاءات ضريبية وتقمع عمالهم الشركات المالية والادوية والدفاع والطاقة والتكنولوجيا كلهم بيقبضوا النواب اللي بجد مش فارق معهم صوتك نهائي وغير التبرعات اللي بالمليارات الشركات كمان بتعمل دعاية قبل التصويت علشان تكسب أوبرا على سبيل المثال في كاليفورنيا في 2020 تحالفت مع منافسيها المباشرين وصرفت 200 مليون دولار علشان يمنعوا تمرير قانون يجبر الشركات على اعتبار السوائين موظفين بحقوق باديهية زي التأمين السحري والحد الأدنى للأجور بس طبعا بعد حاملة بالفلوس دي كلها صوتوا لصالح الشركات وضد مصالحهم هم بس زي ما الانتخابات في أمريكا متحكمين فيها أصحاب رأس المال وتعتبر الديمقراطية مزيفة إلا أن على مستوى المحليات الدنيا مختلفة والانتخابات بتفرق في سنة 2020 لوحدها مواطنين أمريكا انتخبوا أكتر من 500 ألف واحد لجميع مناصب الدولة من رئيس البلد لأعضاء مجلس المدارس في كل دايرة محلية أعضاء مجلس المدارس دول مسؤولين يدوروا مدارس المنطقة وأعضاء مجلس المدينة مسؤولين عن التخطيط والشوارع والجناين والطرق مسؤولين منتخبين وشغالين في مناطقهم بيتكلموا مع السكان وبيخططوا معاهم وعلى قل السكان ما بيصحوش منهم يلاقوا الشجر الشرع كله متقطع زي في مدان أنس بن مالك وبالرغم من كده برضو الحزبين هم المسيطرين أمريكا الديمقراطية مزيفة مسيطر عليها الملياردرات ولازم يناضلوا زي تشيلا والبرازيل علشان يقدر يوصلوا لديمقراطية بجد بس الفرق أن بفضل انتخاباتهم وشوية الديمقراطية اللي عندهم يقدر يوصلوا لنتائج أسرع بكتير ومش بس أمريكا ديمقراطيتها مزيفة كمان بنوك أوروبا بتتدخل في ديمقراطية اليونان الأقدم في التاريخ بعد أزمة العقارات في أمريكا سنة 2008 اليونان غطست ومن ساعة هم معتمدين على الديون علشان يقبوا تاني مشكلة الأزمة المالية وأنت في الاتحاد الأوروبي أنك ما ينفعش تحل مشكلتك بنفسك والبنك المركزي الأوروبي بيطبع فلوس للبلاد كلها مركزيا نهيك عن أن اليونانيين كانوا يتبع لهم حل بأوروبا على أنه حيعيشهم في نعيم والحكومة اليونانية لعبت في الميزانية علشان تسهل عليهم دخول الاتحاد الأوروبي قعدت اليونان كل سنتين تطلب قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي من الآخر البنوك الألمانية والفرنسية بتدي قروض بفوايد وبتكسب حلوة قوي مليونان مع كل قرد كان بيبقى فيه إجراءات تقشف عنيفة ولسه الأزمة ما بتتحلش لغاية مصعد مجموعة من اليسار الراديكالي بقيادة ألاكسي سيبرس على برنامج رفض شروط الديون كسبوا الانتخابات ودخل في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عشان يعيد هيكلة الديون ويخفف الحملة على الشعب شوية كبار المؤسسات المالية وقيادات أوروبا والمعرفين بالترويكا قاعدوا مع تسيبرس وقالوا له بص يا ابن الناس انت تاخد مننا قرد جديد لانج تسدد بيه الفلوس اللي عليك لبنكنا وتعصر الشعب علشان تسدد اللقصات سيبرس قال لهم انا مش هينفقق على الشعب بس ممكن افرض ضريبة تصعودية بحيث ان الأغنية اللي في البلد يشيلوا شوية ونقدر نبدأ نسدد اللي علينا الترويكا قالوا ايه يا ستا انت نسيت نفسك بقى انت يا ابن مبارع جاي تبصلنا في لقمتنا هي جماعية ودايرة ملكش دعوة بين اجيبه الساوركوس والشيلة اللي تبعنا ولملنا النقطة من عامة الشعب قروله بص انت هتعملي القاتي هتزود ضريبة القيمة المضافة بحس ان كله يدفع زي بعضه حتى لو فقير وضريبة كاسب العمل اللي بتتقص من مرتباتهم وتلغي الاعفاءات الضريبية المحدود الداخل وكمان تقلل المعاشات والمرتبات وتقص 20% من ميزانية الصحة والتعليم وتعلي سن التقاعد بس كده سيبراس قال لهم يعني هرسد ومنيل ده عكس كل اللي وعدتوا للشعب احنا نعمل استفتاء بمنتهى الشفافية والشعب هو اللي يقرر استفتاء 2015 كان مهم فشخ كان اول استفتاء في تاريخهم مالوش علاقة بالحكومة وتشكيلها الشعب تسأل هل عايزين القارد ده بالشروط دي وبمنتهى الشفافية كان فيه ملفين PDF واحد بالشروط زي ما هي والتاني تحليل اولي لقدرة اليونان على تحمل الديون في 5 يوليو 2015 وبعد الحمالات والنقاشات ونعم ولا وقفت الناس في التوابير وكانت النتيجة ان الشعب اليوناني قال بأعلى صوت للترويكا اخي يعني لا للشروط القمعية كانت مفاجأة عظيمة لان الاول مرة الشعب واجه عمالقة المؤسسات المالية مباشرة وكسب لمدة عشر تيام في تحول دراماتيكي وللأسف الشديد سيبرس مش بس وافق على قرد ده كمان وافق على شروط اوسخ من اللي الشعب رفضها من ضمنهم انك ممنوع تعرض اي قرار محتمل على الشعب او حتى على مجلس النواب بتاعك غير لما ترجع لنا الاول اللي هي ميركل والبنوك الالمانية له ايه مضى على القرد واستقال ومحدش سمع عنه من ساعتها يعني حكومة منتخبة عرضت الموضوع على الشعب بكل حيسياته وبشفافية والشعب وقف في التوابير وقال كلمته والبنوك ولا فرق معاها اقدم ديمقراطية اوروبية ولا في بالها استقلال الشعب والسادة قراره ولا رغبات الناس ولا اكلهم ولا شربهم ما فرقش مع البنوك غير الفلوس والفواد والارباح احتلال مالي تام من غير ولا جندي ولا طلقة كله بالفلوس ديمقراطية فرغة حقك في التصويت مضمون وهتقول رأيها في كل حاجة بس في امريكا اللي هيكسب هو اللي معاه فلوس يمول حمالات بمليارات وفي اليونان واروبا اللي بيكسب هو رأي البنوك اللي ممكن تقفل عليك الحنفية لو عصلكت فكك من الديمقراطية التمثيلية دي بتاعت اختار حد وركن وهو يسوق ويقرر لنا ما صارنا لازم ديمقراطية مباشرة الديمقراطية مباشرة يعني انقرر بشكل مباشر مش عن طريق حد يعني الاستفتاء ده الديمقراطية مباشرة اول مثال لنظام ديمقراطية مباشرة ممكن نستفيد منه هي تجربة كوميونت باريس القصة بدأت في 1870 لما نابليون اعلن الحرب على بروسيا وخسر الامبراطورة خطف ومعاه 75 ألف جندي الناس نزلت الشارع تقول كفاية امبراطورية عايزين جمهورية ديمقراطية الجيش الالماني حاود باريس والطبعة العاملة الباريسية ضمت على الحكومة ايد واحدة ضد الاحتلال الالماني الطبعة الوسطى والاغنية خلعوا من باريس الحكومة بدأت تفقد الامل وكده وكده ما كانتش بقي على باريس قوي المدينة تحولت لمعقل الطبعة العاملة ومن ضمنهم قوات شعبية مكونة من 200 ألف مقاتل قائد الجيش الحكومي ترعب وهرب وقال للحكومة الباريسية تهرب هي كمان بس معظم الجنود فضلوا وانضموا لصفوف السوار باريس فضية والقوات الثورية سيطرت من غير حوار اللجنة المركزية لقت نفسها قدام الامر الواقع ومسك السلطة بس قالوا احنا ما عندناش تفويت بالحك قالوا كده فعلا ما يحتاجين تفويت بقولك نفسهم يبو زينا المهم ما عاملوا انتخابات وبقى عندنا الاول مرة حكومة رسمية لباريس الثورية مكونة من الفصائر المختلفة من الجمهوريين اليساريين من ضمنهم ماركسيين ثوريين واناركيين تحت ادارة الكوميونة المناصف في الدولة ما بقاش لها اي امتيازات ومرتباتهم نفس معدل رواية بالعمال عادي وفي اي وقت ممكن يتعزلوا في اكتماعات شغالة صبح وليل الاف من الناس بيتناقشوا ازاي يسيطروا على حياتهم وقرروا القاتل جمدوا تحصيل الاجارات والمصالع المهجورة سيطر عليها العمال قللوا ساعات العمل الليلية وتأكدوا ان الفقرة والمرضى عندهم اكل وشرب الكوميونة اعلنت انها مش عايزة لعمال يتنفسوا بينهم وبين بعض عشان ده مش هيفيد غير الرأسمالين وفصلوا الكنيسة عن الدولة والمسيحية بقت مسألة شخصية صدروا البيوت الفاضية والمباني العامة علشان يسكنوا فيها اللي ملهمش سكن والتعليم والثقافة والفن متاحين للجميع والعمال الاجانب حلفاء في النضال وكل ده عملوه في شهرين بس سيطر الجيش تاني وقضع الكوميونة يعني العمال لما سيطروا اختاروا مصالحهم بشكل مباشر وكيد كان عندهم تحديات بس مع بعض حيحلوها لما الطبع الحكمة بتسيبنا في حالنا بننظم نفسنا وبنعمل ديمقراطية مباشرة تشاركية بتراعي مصالحنا المشتركة مش زي ما بيتقلنا ان لو الطبع العاملة تثبت لوحدها الفوضى حتسيطر والدنيا حتخرب بعد تجربة كوميونة باريس وصلوا البلاشفر للحكم البلاشفر وصلوا البلاشفر للحكم في روسيا في سنة 1917 عن طريق السوفيتات كلمة سوفيت اصلها روسي يعني المجلس اتعاملت اول مرة في روسيا في صورة 1905 فشلت بس رجعت تاني في 1917 النقابات سيطرت على المصانع الكبيرة وبقت سوفيتات وانتشرت مع الوقت للمصانع الاصغر مع وصول البلاشفر للحكم اعلنوا ان كل السلطة للسوفيتات اجتماعات السوفيتات كانت ضخمة وبيشارك الملايين في النقاشات قبل ما يكون فيه تصويت مباشر لكل اللجان المختلفة في التنظيم مهم قوي نوضح انه ما كانش فيه اي امتيازات للمناصب والصلاحيات كانت على قد المطلوب والاعضاء ممكن يتسحب منهم الثقة من الجماهير في اجتماع عادي يعني مش هتسعى للمناصب علشان تعمل لك سبوبة دي مسئولية وانت عايز تقوم بيها وعلشان كده ممكن تبقى تشاركية ومش تنافسية حتى الجيش ديمقراطي ومن اول خالص لاخد كل الرتب والالقام والجنود شكلوا فرق وانتخبوا قياداتهم الانتخابات والتصويت بتبدأ من تحت مش من فوق بمعنى انه عمال المصنع بيختاروا اللجنة اللي حدير المصنع بعدين يختاروا مين منهم اللي حيمثل المصنع في القطاع ومين في الدائرة الجغرافية وبعدين نختار مين هيخش حكومة المدينة والمحافظة وكل الفروع والإدارات البلاشفة لما وصلوا في 1917 سمحوا للستات بالتصويت لأول مرة قبل أغلب دول العالم ديمقراطية مباشرة فباديهي ان كل الناس تقول رأيها سويسرا بتقول ان عمدها ديمقراطية مباشرة من 1848 والحد 1971 ما كانش ستات لها حق التصويت أصلا وده جيبت لع الروح بعد أكتر من 100 سنة من النضال الناسوي انسحبت روسيا من الحرب العلمية الأولى وده كان من أهم القرارات اللي أخدها لينن أول لما وصل للحكم حزب ثوري قائم عن الديمقراطية المباشرة المركزية وقدروا ياخدوا قرار الانسحاب بسهولة على غير العادي في أي نظام رأسمالي أصلا الحروب العالمية خناقة ما بين الطبقات الحكمة وبعضيها والعمال اللي بيدفعوا التمن غالي ولكنه مع ساكر شطرانك اتخاذ القرار لما يبقى في قدينا مش هنخش حروب ملاش لازمة وخد عندك كمان قالك ايه الديون دي؟ دي ديون اللي قابلينا ملاش دعا بيها ولغوا الملكية الخاصة في وسائل الانتاج وأمموا الصناعات والبنوك والسك الحديد وصدروا أملاك القيصر والكنيسة وباية ملك للجميع وأخدوا العراضي من الاقتعيين ووزعوها على الفلاحين منح البراشفة استقلال أوكرانيا وبولندا وفنلندا والليتوانيا ولاتفيا واستونيا بعد ما لنن أعلن أن المشروس ليهم كامل الحق يحكموا نفسها وببساطة يعملوا دول مستقلة السوفيتات مش بتدور على الاستغلال وتحرر الشعوب مكسب لنا كلنا ندار العمال المستمر هدفه المشاركة في اتخاذ القرار والديمقراطية المباشرة هي الآلية وده اللي حصل مع البلاشفة وكميونة باريس الانتخابات على كل المستويات بتبقى فرصة في المشاركة في اتخاذ القرار من أول جروب الواتس اللي سكانوا عمارتكم لغاية صندوق الاقتراع لرئاسة الجمهورية الأمريكية بدل ما تصحى وتلاقي صاحب العمارة ركب شفرة في الأسانسير عشان يقدر المتأخرين في دفع السيانة بنتجمع في شقة من الشقق أو على الواتس وبنتناقش لغاية ما نجتمع على صوت واحد بمطالب محددة من صاحب العمارة وهنا أنا ما قصودش صاحب العمارة التصويت بيبين مين عايز ايه ومن هنا نقدر نفهم الأراء المختلفة ونعرض أراءنا ونقنع بعض وبعد كده بنصوت علشان ناخد قرار متفق عليه وكمان لو القرار اتخذ من غير علمك حيبة صعب قوي تبلعه بس لو حصل استبيان ثم نقاش مفتوح ثم تصويت شفاف وعادل وتوصلنا لنفس القرار حيبع على قلبك زي العسل لأنك فاهم ده حصل ليه وحاسس إن صوتك مسموع ولسه قدامك فرصة تكسب الأغلبية لوجهة نظرك في الأول مش حيبة فيه مجلة تصويت من أساسه لأن حق المشاركة بينتزع ولا يسلم وبعد ما بننتزعه رد الفعله بيبعد تقليل من أهميته وهنا برضه لازم نعافر علشان النتيجة تتطبق فعلا عمر ما التصويت هيجي لوحده ولا عمره هيحل مشكلة لوحده الانتخبات مرحلة بنتخانق علشانها ونتخانق علشان نعديها ومن ناحية تانية اتخاذ القرارات في الشركات والمصانع مش مطروح أصلا أبل و سامسك بيقرروا موبايلاتهم حتى بتقدم ايه وبكام وإحنا قاعدين الشركات الأدوية بيقرروا حنزلوا أنهي دواء وبكام وإحنا بنشتري غصب عننا أوبر بتقرر تقلل من نصيب السواق وتغلي الأسعار علينا وإحنا مقدمناش اختيار مفيش ولا نقاش ولا تصويت بس لو عندك حصة كبيرة في الشركة حتخش مجلس الإدارة وتصوت برأيك بس للألاف اللي شغالين بتوصل لنا قرارات كتعليمات من الإدارة وهنا بقى دور النقابات العملية في مكان العمل النقابات بتبقى قائمة على التصويت واختيار الممثلين اللي بيتفاوضوا مع الشركة بالنيابة عن الباقي وهنا ضغط النقابة العملية على مجلس الإدارة هو اللي بيسمح للعمال بالمشاركة في اتخاذ القرار بالانتخاب نقدر نضعف مجلس الإدارة ونقوي صوت العمال وبكده كلنا نستفيد هي عركة واحدة في كل بلد وفي كل الشركة سلام يا ريد البلد اشتركوا في القناة